في هذا اليوديو سنتحدث عن ما هي أضرب الظاهر الصبيعية التي تحدث عليك قبل وما هي الأسباب والأثار والمعيني ورائه فتابعونا أهلا بكم في قناتنا كل يوم معلومة جديدة حيث نقدم لكم كل يوم علومة جديدة ومفيدة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله سوكب الأرض هو موطن للحياة والجمال والتنوع ولكنه أيضا مسرح للعديد من الظاهر الطبيعية العجيبة والمدهشة والمخيفة التي تصير دفشتنا وفضلنا وإعجابنا بعض هذه الظاهر تحدث بشكل متكرر ومألوف وبعضها تحدث بشكل نيدر وغامل وبعضها تحدث بشكل مفاجئ ومدمر وفي معيدي بعض من أغرب الظاهر الطبيعية لنت تحدث على كوكبنا شنالات الدم في القطب الجنوبي هي عبارة عن شلال ينزل منه ماء بلون أحمر دموي في نهر تايلر في القارة القطبية الجنوبي تم اكتشافها في عام 1911 من قبل الباحث الأسترالي تومس تايلر الذي أطلق عليها اسم شنالات الدم السبب الحقيقي وراء هذا اللون الغريب هو وجود الحديد المؤكسد في المياه المالح التي تنبع من بحيرة قديمة محاصرة تحت الجريد عندما تتعرض هذه المياه للهواء تتفانع معه وتتحول إلى اللون الأحمر هذه الغيرة تعتبر من الأنغازة الجيولوجية التي حيرت العلماء النهر المزلي في الأنغازة هو نهر يتضفق في غابات الأنغازون في بيرون ويتميز بأن دارة فرورتك تصل إلى نقطة الغليان أي حوالي 100 درجة مئوية تم اكتشافه في عام 2011 من قبل الباحث أندريس روزو الذي يسمى نهر تيمبيشكا السبب الحقيقي وراء هذه الحرارة العالية هو وجود ينابع الحرارين التي تنبع من باطن الأرض وتسسل المياه التي تمر فوقها هذه الظاهرة تعتبر من العجائب الطبيعية التي تجذب السياح والمبامري النهر الملوم في كولومبيا هو نهر يتضفق في كولومبيا وتميز بأنه يظهر بألوان قوس القزح المتنوع يسمى هذا النهر كانيو كريستاليز أو قوس قزح السائل السبب الحقيقي وراء هذه الألوان الزهية هو وجود التحالب والنباتات المائية التي تنمو على قاع النار وتتضاير ألوانها حسب التضايرات المناخية والمواسم هذه الظاهرة تعتبر من الجماليات الطبيعية التي تسعد كل النظرين إليه هذا مكان لدينا لنقدمه لكم في هذا الفيديو عن ما هي أضرب الظاهر الطبيعية التي تحدث على كوكبه ونأمل أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قد تبنيها لكم إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إذا كان لديكم أي تعليقات أو استفسارات أو اقترحات فلا تترددوا في تتابتها في ثانية تعليقات أبناء وإلى اللقاء في فيديو أفر إن شاء الله